بديل عبد المنعم محمد اسماعيل محمد اسماعيل قريب جدا جدا من الاندوام نادي الاهلي الرطوش بسيطة الرطوش البسيطة محمد اسماعيل لعب نادي زد سنتر بك الأساسي لعب الموسم كله السنة دي مع نادي زد واحد من اللعيبة البروميسين جدا في الكرة المصاري 24 سنة 25 سنة في نفس سن محمد عبد المنعم القصة كلها وقفة على خروج محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم واخروج محمد اسماعيل هي رجع النادي الاهلي واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في زيد عمله موشي ممتاز لسنة دي يا كريم لعيب توقعه للكرة ممتاز لعيب بيقدر يغطي المنطقة سواء لعب على الرايت أو على الفت ودي ميزة شوية عن مدافعين كتير في العيبة بتعرف تلعب على جابها واحدة عينه كويسة جدا على الكرة بيقطع الكرة بدون أخطاء محمد إسماعيل واحد من اللعيبة اللي استصمر فيه منادي زيد بشكل ممتاز خدوء محمد إسماعيل كمان عنده ميزة متأسس في نادي امبي واحد من أفضل أنديال اللي بتطلع لعيبة في الدوري المصري بتطلع لعيبة صغيرين متأسس في نادي امبي تأسيس قوي جدا واحد من أفضل المدافعين اللي موجودين في الكرة المصريية لعيب قوي جدا يا كريم صعب لما يعمل بادي شيلدينج أو يحجز على الكرة أو أنه يخش فيه تنافس أو صراعات صنائية سواء الأرضية أو الصناعات الهوائية خاصة أنه أنا بقولك كمان أنه في ميزة مش موجودة كتير عند اللعيبة الأقوية معظم العيبة الأقوية ما قاش عندهم رونة كبيرة النقطة التانية هو لو بتكلم على معدلات سرعات لا معدلات السرعات عنده ممتازة ما بيروحش أنه يعمل مخالفات دايما عينه على الكرة بيقدر يتشتغل بالكرة على الأرض بشكل ممتاز الخلوج بالكرة عنده كمان جيد جدا فمحمد اسماعيل صفقة مهمة للنادي الأهلي وتاني اشترك مع محمود ما تقرنوش حد بمحمد عبناني محمد عبناني أول مطالب ما كانش كده